بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستوى جديد من التوتر بين مصر وإسرائيل فكيف يمكن أن ينعكس هذا الخلاف على غزة في هذا الفيديو نتابع معكم تقرير هام على موقع عربي بوست للتفاصيل كونوا معنا حتى النهاية يقول التقرير يمثل إعلان القاهرة الانضمام لدعوة جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية مستوى جديد من الخلاف بين مصر وإسرائيل فكيف يمكن أن ينعكس هذا المستوى الجديد من التوترات على الحرب على غزة كانت مصر قد أعلنت الأحد الثاني عشر من مايو آيار الجاري أنها تعتزم التدخل رسميا لدعم الدعوة التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية وهي خطوة تصلت الضوء على زيادة حدة التوترات بين البلدين يتابع التقرير لماذا خرج التوتر بين مصر وإسرائيل للعلن بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن الانضمام إلى جنوب إفريقيا في دعواها ضد إسرائيل يحمل في طياته إجابة مباشرة عن هذا السبب التقدم بإعلان التدخل في الدعوة المشار إليها يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة دون أن تحدد طبيعة التدخل علما بأن مصر كانت قد قدمت في السابق مرافعات في الدعوة وكانت جنوب إفريقيا قد طلبت من محكمة العدل الدولية الجمعة العاشر من مايو آيار أن تأمر إسرائيل بالانسحاب من رفح في إطار إجراءات الطوارئ الإضافية في دعوة مستمرة تتهم إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في الإطار نفسه نقلت رويترز عن مصادر أمنية قولها إن المسؤولين المصريين أبلغوا إسرائيل بأنهم يعتبرون أفعالها السبب في توتر العلاقات الثنائية وانهيار محادثات وقف إطلاق النار التي عقدت في القاهرة بمشاركة وفود من حماس وإسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر يسأل التقرير ماذا عن تأثير رفح على عملية السلام كانت مصر أول دولة عربية توقع اتفاقية سلام مع إسرائيل عام 1979 ثم وقع البلدان عام 2005 إضافة إلى أطراف أخرى اتفاقية خاصة بالحدود بين مصر وقطاع غزة وإدارة معبر رفح يرى كثير من الخبراء القانونيين أن إسرائيل انتهاكتها عندما دخلت بدباباتها وسيطرت على معبر رفح من الجانب الفلسطيني الأسبوع الماضي وبالتالي فإن مصير اتفاقية السلام بين البلدين يبدو على المحك وهو ما مثل أبرز المخاوف التي عبرت عنها وسائل الإعلام العبرية هذه الأيام ومن ثم وجه الصحفيون أسئلة مباشرة عن اتفاقية السلام بين البلدين في ضوء عملية رفح رد عليها وزير الخارجية المصري سامح شكري الأحد بالقول إن اتفاقية السلام تعد ركيزة رئيسية في المنطقة لتحقيق السلام والأمن الاتفاقية لها آلياتها التي يتم تفعيلها لتناول أي مخالفات قد تكون قد تمت ولها آليات خاصة بالتعامل مع هذه المخالفات إذا وجدت لكن الإعلام الإسرائيلي عبر بوضوح عن مخاطر هذا التصعيد في التوتر مع القاهرة وعبر مقال في صحيفة معاريف عن هذه المخاوف بوضوح إذ جاء العنوان على طريق إلغاء اتفاقية السلام مع مصر كيف ترى إسرائيل الموقف المصري؟ من وجهة النظر المصرية يهدف الإعلان الآن عن انضمام لدعوة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية إلى زيادة الضغوط الدولية على الدولة العبرية كي لا توسع عملياتها البرية في رفح وأن توصل رسالة واضحة للرأي العام المصري والعربي مفادها أن القاهرة ليست شريكا لجيش الاحتلال إضافة لذلك كله تهدف مصر إلى أن توضح لإسرائيل بشكل لا يحتمل الغموض أن استمرار الأعمال العسكرية في رفح سيكون له ثمن باهظ على العلاقات الثنائية بين تل أبيب والقاهرة بحسب مقال معاريف وكلما ازداد أمد العملية في رفح دون موافقة مصر والتنسيق معها حتى لو كانت تلك العملية غير صاخبة ولا مكسفة قد تلجأ القاهرة إلى إجراءات إضافية مقال معاريف رصد أيضا ارتفاع حدة الخطاب ونبرة التهديدات في الإعلام المصري هذه الأيام على لسان إعلاميين وباحثين مقربين من النظام في مصر حسب وصف الإعلام العبري والمطالبة بتعليق أو إلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل من البديهي أن مصر شأنها شأن إسرائيل سوف تخسر الكثير إذا من سحبت من اتفاقية السلام لكن هذه التهديدات حتى وإن لم تكن حقيقية قد تشعل الرأي العام المصري وتخلق مسارا خطيرا في فترة حساسة بحسب مقال معاريف هل تفاجأت إسرائيل بالموقف المصري ألقى تقرير لصحيفة هارتس الضوء على اتساع الخلاف بين مصر وإسرائيل وكيف يمكن أن ينعكس هذا الخلاف على المشهد في غزة ككل وليس فقط على ما صار ما تصفه تل أبيب بالعملية في رفح فإلى جانب الإعلان عن اعتزام القاهرة الانضمام لدعوة جنوب إفريقيا أعلنت القاهرة أيضا رفض التنسيق مع الجانب الإسرائيلي لإدخال قوافل المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح صحيح أن هذا الإعلان لم يصدر بشكل رسمي عن وزارة الخارجية لكن قناة القاهرة الإخبارية المملوكة للمخابرات المصرية بحسب تقريرها هارتس نشرت الخبر ما يعني أنه لا يندرج في إطار التسريبات أو التخمينات الموقف المصري الذي ظل طي الكتمان لعدة أيام في محاولة لمنع تدهور العلاقات إلى درجة الإضرار باتفاقيات كامبي ديفيد بات الآن هو الموقف الرسمي والعلني ولم يفاجئ الغضب المصري الولايات المتحدة ولا ينبغي له أن يفاجئ إسرائيل بحسب تقريرها هارتس فعلى مدى أسابيع عديدة أصدرت القاهرة تحذيرات طالبت فيها بشدة من واشنطن بشكل رئيسي بكبح نية إسرائيل اجتياح رفح واحتلال المعبر الحدودي وفي الوقت نفسه لا يعتبر الرفض المصري لتهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين من غزة إلى سيناء موقفا جديدا فقد حذرت مصر من هذا الأمر منذ الأيام الأولى للحرب على غزة دون أن يمنعها ذلك من مواصلة التنسيق مع إسرائيل فيما يتعلق بمرور المساعدات الإنسانية وخلافا للأردن وتركيا لم تعيد مصر سفيرها من تل أبيب وحافظت المخابرات المصرية على علاقات وثيقة مع رؤساء المخابرات والجيش في إسرائيل حتى عندما كان خط الاتصال المباشر مع مكتب رئيس الوزراء مسدودا بحسبها أرتس وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أوضح منذ بداية الحرب أن اتفاقيات كان بديفيد مع إسرائيل ليست قابلة للاختبار أو المناقشة وتحت هذا التوضيح تم ضبط الخطاب الإعلامي في البلاد لكن في الأسبوع الماضي كانت هناك نقطة تحول خطيرة لدرجة أن مسؤولين مصريين سابقين بدأوا يتحدثون عن احتمال حدوث مواجهة عسكرية مع إسرائيل إذا عبر جيش لاحتلال الحدود إلى سيناء وأن مصر لن تتمكن من الانتقال إلى جدول الأعمال إذا انتهكت إسرائيل سيادتها هكذا رصد تقرير الصحيفة العبرية الموقف كيف قد يؤثر التوتر في الحرب على غزة لكن النقطة الأخطر بالنسبة لإسرائيل الآن تتمثل في وقف القاهرة التنسيق مع تل أبيب فيما يتعلق بمسألة المساعدات الإنسانية فهو لا يشكل سابق فحسب بل يشير أيضا إلى استعداد القاهرة لاتخاذ إجراءات جذرية يمكن أن تسبب صراعا سياسيا وهو ما يكشف عن مدى عمق الأزمة الحالية الخلاصة هنا هي أن وصول التوتر بين مصر وإسرائيل إلى مستوى غير مسبوق منذ بدأت الحرب على غزة يعقد الموقف أكثر بالنسبة لنتنياهو وحلفائه المتطرفين في ظل غياب أي حلول للمعضلة التي يواجهها الاحتلال خصوصا بعد عودة الحرب إلى المربع صفر خلال الأيام القليلة الماضية في الختام أرجو أن تتركوا أراكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو كما لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر